التقى مدبولي برئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصالح الشيخ لاستعراض عدد من ملفات عمل الجهاز وخلال اللقاء عرض الشيخ موقف تدريب الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة ضمن برنامج يستهدف صقل مهاراتهم الوظيفية والتخصصية فضلا عن تأهيلهم لاستخدام التطبيقات الحديثة التي سيتم استخدامها في العمل الحكومي موضحا أن حجم الموظفين الذين تم تدريبهم حتى الآن بلغ نحو 71 ألف موظف خضعوا لبرامج تدريبية